لمحة تاريخية عن عبد الرحمن سلطان تورد 1834 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأقر مصدر ومرجع المعلومات عبد الرحمن سلطان تورد عرض على الفرنسيين عام 1834 ميلادي من خلال مراسل فوارول في الرابع والعشرون فيفري وتوليه منصب بيرسانتينة ووعدهم بأن يدفع ضريبة سنوية ويوفر المطابل ذات عشرون ألف جندي دون احتساب عدد الفرسان وأن يبني الحصون بين رسانتينة وعنابة ويدعم التجارة والحضارة ولكن الفرنسيين تجاوزوا مشروعه هذا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد